لحظة سقوط إحدى الطائرات الروسية داخل أوكرانيا أمام حضرتكم الصورة خير دليل تظهر أمامنا الآن على الشاشة لحظة سقوطها طبعا هناك حالة من الفرحة كبيرة لدى الجيش الأوكراني لأنهم يستخدمون الآن العديد من الصواريخ الأمريكية والتي تساهم في وقوع مثل هذه الأمور صواريخ استينجر الأمريكية صواريخ كروز أيضا الأمريكية بل إنه كان هناك حديث كثيرة من قبل رئيس زلينيسكي عن محاولته استقدام طائرات عسكرية بعد تلك الضربات القوية التي تعرض لها من قبل الجيش الروسي في الأيام الأولى من إعلان الحرب المطارات العسكرية الأوكرانية خرجت خارج الخدمة واصبحت غير قادرة على العمل اشتركوا في القناة